موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اه النهاردة مع اولمب تريد داخل صفقة خمس دايق هنشوف النتيجة هتبقى ايه ان شاء الله التنيجة تبقى تمام اه بالنسبة لأولمب تريد في مسابقة حاليا شغالة للناس اللي هي حبة المسابقات او التحديات وهي انك انت بتخش مسابقات مع اه ضد ناس تاني الناس دي المفروض انك حضرتك بتخش معهم ضد يعني متداول انت بتخش قدامه متداول ضد متداول احسن نتيجة بتاخد قدامها نقاط خبرة بتزود من الردبة بتاعتك في الحساب المفروض ان كده اعتقد فاضل اللي من دي اتين ونشوف الصفقة راحة فين ونبتريد من المنصات اللي هي المفروض زي ما قلنا انها عندها اه ترخيص قوي ومن ضمن المنصات اللي فيها اه شغل انك انت تقدر اتحق من ارباح انا اشغال معها دلوقتي بقى لفترة الحمد الله سحبت مرة واعملت لك قبل كده فيديو عن السحب ودينا شغالينا هوا على حساب حقيقي بو اس دي اكاونت مش الحساب الديمو وهنشوف الدنيا راحة فين صفقة واحدة انا بقى لفترة يعني ممكن تكون عشان كنت مسافر ما دخلتش عليها لكن هدينا هنخش صفقة ونشوف الدنيا راحة فين شغل على الزجزاج وعلى الموفينج ابرج مؤشرين الموفينج ابرج والزجزاج المفروض ان هنا الاصفر ده معناه ان كان الترنت او الخط الاصفر ده معناه ان هو في صعود وفعلا طلع معه هو دلوقتي نزل في الهبوط وانا واخد عشان كده الصفقة هبوط هنشوف النتيجة دلوقتي كان من التبقى من الوقت فضل تقريبا دي اما اعتقدش انه هيقدر يوصل للمستوى بتاع دخول الصفقة تاني هدينا بنتفرج ونشوف بالنسبة للناس اللي بتبعتلي اه على احسن شركة انا بتعمل مع اكيو بتعمل مع اوليمبي تريد وبتعمل مع كوتيكس حاليا انا مركز مع اه اوليمبي تريد يعني اكتر الاستثمارات بتاعت او الفلوس اللي بخش بها في اوليمبي تريد داخل الصفقة تلتمية وتلاتين دولار خلاص كنا المفهوض ان احنا في الانتهاء بتاع الصفقة تقريبا دي اخر شمع ان شاء الله تاني في تحديات اللي حابب انه يخش على تحديات مع متدولين تانيين وبيبقى فيه لوحة شرف وتكسب افضل نقاط خبره هبا هتخلاص اه ان شاء الله كسبانا يبقى كده الصفقة دي يعني ربح بالنسبة للناس اللي بتتواصل مع مية خمسة وستين مية وستين مية وستين عشان كانت الصفقة في خمسين في المية فقط ولكن الحمد لله كسبناها بالنسبة للناس اللي بتخش تقولي انا ما بعرفش اكسب انا عندي مشاكل انا بخصك كتير انا مش عارف ايه كل الكلام ده يعني خليني معك انت ما بتعرفش تكسب غيرك بيعرف هيكسب العيف فين العيف في التعليم العيف في الطريقة نازل بتكلمني وقولي طب احنا عايزين نتعلم طيب انا على المؤشرات دي المفروض ان الصفقة دي كنت اشتريها صعود لكن انا خدتها هبوط ليه لانها وصلت هنا اهو ده يعني هي المشكلة انا عايزة ان انا بالدول ممكن مش عكس المؤشرات بالخبرة يعني انا ايه هي وصلت هنا المؤشر بقولي كذا لا انا مش عكس ولكن مش هنخش معكم انا فيه حاجات تعليمية انا قلت فيه كورس على عربه نازلته قبل كده كورسين واحد شغال على وكان فيه معاه برضو اللي هو التداول بالدعم والمقاومات وفيه كذا طريقة وفيه كذا استراتيجية فانت انك انت ماشي على حاجة معينة والحاجة دي مش جايبة معك ومعندكش خبرة انت برضو لازم انك انت يكون عندك خبرة عشان تقدر انك تتداول لازم يكون عندك خبرة عشان تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزة لكن اللي بيحصل عكس كده الناس اللي بتكلم له انا خسرت الطبق انت خسرت ما تدربتش كويس الطريقة اللي انت داخل بها غلط بتخش في اوقات السوق مش كويس فيه فكلمة انا بخسر حلو خسرت مرة اثنين ثلاثة اربعة عشرة خلاص انت مش قادر بالطريقة اللي معاك او بالاسلوب اللي انت بتتبعه في التداول انك تكسب خلاص توقف عن التداول وشوف حاجة تاني بس لكن الناس اللي هي بتكسب وعملنا بتحدي قبل كده قلنا خش الديمو وردنا تعمل كان في واحد بس اللي داخل التحدي وكسب وخد الجهازة بتاعته قلنا يا جدعان اهم حاجة انك انت تطعف تتداول صحة للديمو وبعد كده تبقى تشتغل اهم حاجة انك انت تتداول صحة للديمو وبعد كده خش بفلوس حقيقي لكن الشركة ساحبه اداء الحمد الله تمام الشركات اللي بتعمل معها الحمد الله تمام بالنسبة لي انا مفيش اي مشكلة وقلت لو فيه حد عنده اي مشكلة يقدر يتواصل معي على تليجرام ويتكلمني فيه كدعم مش مشكلة انه قالت ان الناس يخشوا لي انا عايز استراتيجية ما بتخسرش انا عايز حاجة تكون بتكسبنا على طول دي للاسف مش عند الحاجة دي انا بتداول على كذا طريقة يعني انت كل مرة تلقوني فاتح حاجة ومن زمان الناس اللي متبعاني انا بتداول على اي استراتيجية ايا كانت ايا كانت الاستراتيجية قوية ضعيفة بخش بالدولة عليها والحمد الله بعرف حق من عليها ربح لكن المهم انك انت تعرفت الدولة عشان متقولش عليكم تاني اللي عايز يفتح حساب اللينك تحت اللي عنده اي استفسار او تساؤل عندك التليجرام اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة